السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ان شاء الله انا جاء فيديو جديد. فيديو ده مهم جدا 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 لكل الناس. الفيديو ده اتكلم عنه عن ازاي تسترجع الاسماء. اهم حاجة الاسماء حتى لوحة زفتها. اه اسماء قديمة جديدة. كل ما يخصك بالزف. اي اسم اي اسم ما هتلاقيه في فيديو ده حصل. فان شاء الله يعني تابعني. متابع الخطوة اول عشان تعرف تسترجع الاسماء القويس. فان شاء الله نبدع شرح بيزدلنا. اكتبوا معنا. اولا بنفتح الفيسبوك. اللاجمات كلي عن الفيسبوك. الاسماء بتسترجحها حتى لو اه زي ما وقت الحضارات من عشر سنين اه محسب واتس اد اه الصور فيديوهات. نتساعد ما انشأت الفيسبوك حتى لو بالعشرين ساعة. ان شاء الله على ابدأ. بسم الله. اولا هنجيب الاعدادات والسلسية. الاعدادات. فبتده بننزل على اولا يعني اه بتخش على خطوة مهمة جدا اللي هي الامان. انت بتشوف ان انت مسجل من حين بالزبط. اه لو لديت نفسك ان انت مسجل من اي حتة او كيسك اه 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 اتكر ولا حاجة منك. او حد يعني حاول يفتحه واتلاقيه برضو هنا في مجموعة الاجيزة اللي حاولت يعني او حاول حد يفتح منها. فانا هنا اه كتير انا فتح تازي حتة. فاستغسن ان انت تفعل موقع عشان بتعرف ان انت فتح يفين بالزبط. مرحل المهمة. طوالا هنا. انا شرحتها بالاتباه من الشرط خارجي بفيسبوك. هنا بيتعرف التطبقات اللي يتفتح اه اه الفيسبوك وبيعرف كل خطوة عنك من خلال التطبقات. فده مش مش روحش يعني مش مش مرتبة. العسل المجد اللي فاته مش رحتها من هي مرتبة لها اه مش مرتبة بالعكس. ده بيحفظ لك بعناتك على اي تطبيق. فده اول مهم ان احنا على استرجع الحاجات دي اه ازا. او الحاجات دي يعني ايه هدفها او ايه اللي يبنان فيس يحفظها. فانت رايز تلغيها بتبغيها من هنا ادارة نشاط خارجي فيس بوك. ونروح الان لالغاء ربط السجل. تم ارضاء ربط السجل. ادارة المشاطة المشاطة المستقبلي. اه دي بتعمل ادارة نشاطة المستقبلي هنا. فبتعملها هنا مشاطة المشاطة المستقبلي خارجي فيس بوك. وهنا بتأخذ التفايل واحطة في التشغيل. نروح بالحالات التانية اللي احنا كنا نتكلم عليها ازا بتسترجع اه صورة بيديوهاتك اسماعك اه كل حاجة على الفيس بوك. فهنا دي بوضو خاصية رسول المعلومات. انا بتشوف المنشورات بتاعتك المنشورات المشارك لك فيها والتعلقات والاسدقاء والرسائل. وهنا اهم حاجة اهم حاجة المعلومات الملف الشخصي. معلومات الاتصال معلومات عادة المنسبات والبغيات. وهنا الصورة مقطعة فيديو وهنا تسجيلات الاجاب والتفاعلات المتابعة والمتابعة والمتابعون. وهنا المجموعات لو حابب تخش وتلغي الاشتراكات المجموعات او الطلاب والصفاحات والحاجات دي عني. تنزيل معلوماتك. دي هدا بتعمل طلب نسخة. آآ بتعمل بكل البيانات. حددها. حدد مثلا من التاريخ اللي انت عايز فيه تنزيل معلوماتك. فاحنا هنسيب كل حاجة زي ما هي. آآ من المسلا من الفين وثلاثة لحد الفين وعشرين يعني الزبط والزبط بتاع سباتشر سنة. فبتاقي كل بياناتي. موافض. بعد كده بتختار HTML عشان يفتح معك على ما تصفح بعد كده. بتكون اختار زي ما هو. وتخلي جاوبة المساعة عالية. فهلا بتيجي تطلب آآ يعني قبل ما تيجي تطلب الانشاب الف بتشوف هنا كنت محتاج المنشورات آآ الصور ومقضع الفيديو. التعليقات. تسديلات الاعجاب والتفاعلات. ملهاش لازمة آآ التعليقات ملهاش لازمة. آآ التعليقات ملهاش لازمة. الصور ومقضع الفيديو الهام الحالي. المنشورات اللي حضرتك يعني ايه شاركتها على الفيس. وبعني كده هنا بتدي برضو الاسبقاء الاشخاص اللي اللي تم التواصل معهم على فيسبوك اللي هو محاسات مسينجر. وبعد كده بتديب هنا القصص صور المقضع ديو تمت مشاركتها في قصتك. آآ هنا المتابعين والمتابعون. المتابع والمتابعون. آآ وبعد كده هنا بحسائل رسائل مسينجر دي اهم الشيء. آآ الرسائل التي تبادلتها مع الاخرين على مسينجر. سواء كانت آآ آآ محاسات صورة او محاسات تلامية. هنا المجمعات اللي اشتركت فيها. هنا المنسبات. هنا معلومات. ملف الشخصي. معلومات الاتصال بك. وحاولي والقصر. الحاجات يعني والصفحات التي تدور دورة ومسؤول فيها. آآ هنا مارك ماركت بلاص. بعد كده بالسجل الدبعات وبعد كده العناصر. كل اللي حاجات مهمة يعني. العماكن النتي قمت بآآ نتي انشأتها. التطبيقات ومواقع الويل نتي تسد يقول اليها باستخدام حسابك على فيسبوك. آآ وهنا نشاطات اخرى. آآ هنا ملف الشخصي على فيسبوك كامل. وهنا التفاعلات وهنا آآ 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 الحاجات كتير معلومات عنك. وعتيال اعلانات ونشاط التجارية. السجل اللي عاملت البحس المواقع معلومات عنك. معلومات عن المواقع بسجيل البحول. آآ بسجيل السوق واكتبة صوقية. دي اللي قلنا عليها اللي هي محادثة المسينجر. ودي اهم شيء. يعني اولا انت بتسترجع محادثات مسينجر. آآ بعد كده بتسترجع الاسماء. آآ المقاطع الجديو. والصور. آآ كل ما يخصك يعني حتى زي ما قلت حضرتك يعني ان انا هسترجع من سبعتاشر سنة. فالاختيار اللي عايز تعلم حضرتك هنا مسلا منسورات آآ الصور من قبل الفيديو. تجولي انا لها كل اللي احتاجه من الاسباقات. قصص التابعوني طبعا رسائل. المدمعات المسابات. انا اخلي كل من كلهم يعلم جمعه. هو اي نعم احد من الملف. اذا اديه المعاتي يعدي. فهطلب من الفيسبوك انشاء ملف. فهنا بياخد وقت عابل ما يرد علي. انا آآ نشوف احنا اي حاجة تاني آآ بحب ما يدينا وقتها. هنا يعني اي آآ نبدأ بشرح. اه مسلا الان لتسجيل الدخول. دي فيها حاجة خاصية قوي جدا. اللي هي اللي انت يعني بتغير قيمة السنة. اآآ بتحفظ معلماتك. واهم حاجة في الكلام ده قوي استخدام المصدقة السلعية. المصدقة السلعية عندي على قيمة التسجيل. فعلها تعديل. الناس اللي هي مش منفعلها. دي اهم حاجة اللي انت بتعملها على رقم تليفون. لو حد حاب يسجد الدخول. بيطلب اآآ منك بتجيلك كود اآآ بتفعلها على رقم تليفون. بيطلب منك كود. بيوصلك. اآآ بتحطي كود ده فبيفتح معاك. فلو حد انا حظي يخش فانت هتعرف. فأتبت كلمة السر وارجع لحضراتكم. هنا انا بتبت كلمة السر. انا بيقول لي مصدقة الصناعية قيدة التسجيل. اآآ انا بيقول لي يعني بقى هنرسل رسالة بالرقم. هنا انا انفعل. انت هنا هتليها اآآ قيدة اللي قاف. فهيطلب منك رقم تليفون. او تطبيق مصدقة. فيستحسن نهولك رقم تليفون. آآ آآ ربوز الاسترداد دي احتيابية بكيس انت انا ملي تركش رسالها على التليفون. ممكن تخش من الفيس او من الكمبيوتر او التليفون. عشان تطلب الرمز بالاسترداد. وبعد كده هنا مفتاح امان على يو اس بي. ممكن تأمان على يو اس بي. او ان فيه اه اف سي دي على هواي. آآآ فدي حاجات يعني دي ميزة قوية في الفيس يمكننا ان اي حد يصل لبعانتك بسهولة. دي المصدقة الصناعية. انا تمام خلصة نصدق الصراعية. كل ده زي مرد حضرتك ان احنا كل ده نعمل يعني عشان اه بنستنى بس الفيس يدينا اه المعلومات بس هنا انشاء ملف يعني. فهذا كده يعني معلوماتك على الفيس. فهذا كده على الخصصية. اليوميات والاشارات دي برضو مهمة جدا ان انت بتفعل اه من يمكن مال اللازي يمكنه نشر على اليومياتك. فاحنا هنخليها لاصدقاء. ممكن تعدلها. اه ما اللازي يمكن رؤية ما ينشر الاخرون على يومياتك. الاصدقاء. هل تريد السماع الاخرين من شراكة منشور في قصصهم. شراتك في قصصهم. ورد يعني انك تأمين لها تعديل. يمكنك تصفها تعلاقات الليها تحتوى على كلمات معينة. يومياتك. اه الاشارات. هي يريبها اهم حايا. ما اللازي يمكن. يمكنها رؤية الماشارات التي تتمي الاشارة عليك فيها فيها على يومياتك. الاصدقاء. عند الاشارة في منسور من اللازم يريد اضافات تريد اضافاتهم الى جمهور منسور اذا لم يمكن. لامكانك رؤيتك بالفعل. هنا انا بعملها على خطة. دي اهم حاجة. هنا اه لازم بتعمل اه حاجة اسمها المراجعة. هل تريد مراجعة منسورات الباتية تتم الاشارة عليك فيها. تشوفين قبل صهور على يومياتك. دي مهمة جدا جدا جدا. تعملها نعم. تشغيل. بحيس ان انا وحد اعمل لك اشارة المنسور ما تنشرش تبقاه. انت متفاعدين اول. هنا الاشخاص الغنبع انت حصفتها. انا هنا حاضر كتير يعني. اه بعد كده. الاحاتف المحمول انت بتضيف رقم تلفون هنا بحيس انت بتسجل بتسجل برقم التلفون ما تسجل بانتسجلش بالحساب. فاعل المنسورات العامة. ما يمكنه المتابعات. احنا نعملها العامة بحس ان تجي لك. يظهر عندك اه زر المتابع. التلقات على المنسورات العامة. دي بنخليها العامة يعني. اه من فعل المنسورات العامة. وهكي شعارات مي لا احد. فنعملها لا احد. معلومات المنفذ الشخصي العامة ما يكمل تجديد اجاب بصورة منفذ الشخصي وانوات المنفذ الشخصي الاخرى. او تعليق عليها. عمتا نعملها العامة لو انت مش عايز حد يشوف من الاصدقاء عندك. ممكن تعملها الاصدقاء اممكن تعمل اصدقاء الاصدقاء. تصنيف تعليقات. تصنيف تعليقات متوقف. انا يعني اه بالشرط. اسم المستخدم. هنا بقى بتغير. انت بقى اللي ممكن تعمل ليك نخصص ديك عن الفيس. بتكتب بعد اه هو بيدي لك الاول اه العنوان بداية العنوان اتش اه تي بي. اتش تي بي اس. اه و بعد كده فيسبوك دوب كوم. بعد كده الشرطة وبعد كده بتكتب انت اسمك مسلا تسمي الصفحة او ممكن تكتب اسمك اسم ابنك اي حد تاريخ ملاد اه ارقام. بحس ان اللي يدحس عنك يدحس عنك بالاسم ده في فيسبوك. بذل ما انت مسلا يبقى تقول لواحد زميلة انا عامل فيسبوك اه بالانجليزي او بالعربي. فعيتوه النواية بالاسم ده. انا اديني الاسم ان انا عامل هنا اسم مستخدم. مسلا زي ما انا عامل هنا كده. باسمي وبعد جدا بقت باي حاجة مسلا انت رخي السلامة. اي حاجة المهمة انت اي بتليفونك عالي. في الرابط ده. بحيس ان انت زي ما انا عامل حضرتك بتدي اي حد اه اميلك عد فيس بحيس ان انت ابعت. هتدي له الرقم ده. اللي هو اه اسمي اللي بستخدمه المحصص. اللي بتخصصها حضرتك. نعم. هنا بقى بنين. التطبقات ده موقع الويد. هنا المشط انت ممكن هنا تلغي التطبقات كلها. اه اللي فتحها من فيلم الفيس. المنتاج الصلاحية تمت ازالته. اه. وايه دمجي العمال دي لو عندك صفحة اه صفحتي الموقع تتم دي الصفحتي مع بعض بحيس ان انت المتابعين يبقى في صفحة واحدة. دي ان شاء الله ليه شرح اه اه بجديد. شرح ان شاء الله بزي الله اه اه. لسه الملف اه ما انتهاش. او مبينتين الملف بيظهر هنا عشان ما اطولش على حضراتكم بيظهر هنا تم. ممكن نعمل تحكيس. لسه الملف اه اه هو بيعد معاكل اه اه بواحد ديجا واحد ديجا ونص اتنين ديجا كلها دي. على حسب ما حضرتك عامل الفيس. ان شاء الله يعني باذن الله باذن الله اول ما حضرتك بيعملك اه النسخة من معلوماتك كدر تحملها اه فعلا. اه بيخلص بيجيب لحضرتك اه النسخة عن معلوماتك بيبتلك في الاشعارات هنا ان هو تم اه عمل النسخة بمعلماتك فبتروح حضرتك من الاشعارات بتنزل النسخة. فالنسخة اللي ان شاء الله ازرارت الحضرتك اتلاقي فيها اتلاقي فيها الاسماء. اتلاقي فيها الفيديوهات. اتلاقي فيها الصور. اتلاقي فيها محادسات وقت صعب. انت كلمت مين من عشر سبيل مين كلمت. اه اتلاقي فيها كل ما يخصك من عشر سبيل او اكتر اسمها اتلاقي فيها. اذا ما امتوا حضرتك من الوعدتكم بيه. فان شاء الله يكون النعرض الشيح مسيح. فاتمنى الداعات بالاشتراك. والعجب في الفيديوهات. بس ننساش ببعيد. شكرا بالسلام عليكم الله وبركاته.